اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فلسطين وفي برما وفي كل بلاد المسلمين اللهم امين يا رب العالمين المولى عز وجل بيوضح كيف تم الفتح من خلال تلك الايات العظيمة قال جل وعلا واذ قال موسى لقومه يا قوم شوف خبالك من حاجة قبل ما يأمرهم بالتكليف بيتذكرهم بالنعمة ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى خير حضرتك لما تيجي تتعامل مع واحد بتقول له شوف انا يا ما اكرمتك ويا ما عملت معاك ويا ما ويا ما ممكن بقى اطلب منك حاجة عارف الانسان يستحي لما تذكره بنعمك عليه واللي انت عملت معاه ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فردنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى ان بيقولوا اذكرهم بالنعم الاول قبل ما تظهرهم بالتكليف واذ قال موسى لقومه يا قوم خبالك بقى اذكروا نعمة الله عليكم ايه النعمة اللي كانت هم بقى لازم يذكرهم بها اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين ايه اذ جعل فيكم انبياء انه كلما قتل نبيهم من انبياء بني اسرائيل او مات كان في نفس اليوم او تاني يوم كان لابد من بعثة نبي اخر في هؤلاء الناس انهم اصلا هم كانوا ضيعين جدا حتى في وجود الانبياء فتخيل بقى ان هم يعيشوا من غير انبياء دي مصيبة كبيرة طبعا هم لا يتحملوها ابدا والامة منك لا تتحمل معاملتهم من غير اي حد من انبياء يعلمهم الخلق والسلوك الطي اذ جعل فيكم انبياء ايه انه كلما مات نبي او قتل النبي او في الغالب كانوا بيقتلوا خبالك بعث فيكم نبيا اه انبيو جعلكم ملوكا هم كل بني اسرائيل كانوا ملوك اه كانوا ملوك ازاي الرجل في بني اسرائيل كان اذا امتلك زوجة ودارا يعني بيت يعني ودابة كان يسمى ملكا يعني الانسان لو عنده دابة عنده كده مثلا حصان او ناقة او حمار اي حاجة عزكم الله وعنده بيت تعيش فيه ومعه زوجة يبقى بيسمى في هذا الزمان ملك فكان كل واحد فيهم كما قال ابن عباس كل واحد في بني اسرائيل كان اقل واحد في بني اسرائيل كان يمتلك زوجة ودار ودابة وخادم في بعض الولايات الاخرى يعني اربع حاجات زوجة وخادم ودار ودابة فكان الحد اذ جعل فيكم انبياء جعلكم ملوكا وقاتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي من عالمي زمانهم خلص كده التفكير بالنعم بعد نعمة التوحيد ونعمة معرفة المولى عز وجل بعد كده المولى عز وجل لأمر سيدنا موسى عليه السلام إن هو بقى يذكره يطلب منهم التكليف التكليف عايزين نفتح بيت المقدس إنه زي ما قلت لحضراتكم لما سيدنا يعقوب كان عايش في أرض فلسطين هو وبنيه وأحفادي وبعدين تركوا أرض فلسطين وراحوا لسيدنا يوسف في مصر لأن كان عزيز مصر فضلوا هناك وسيدنا يعقوب وفاته المنية فطلب من سيدنا يوسف أنه إذا مات أن يتفنه في أرض فلسطين وراح دفنه في أرض فلسطين وما كث شيئا يسيرا أيام كده ومراجع تاني مرة تانية إلى أرض مصر وبعدين سيدنا يوسف مات في أرض مصر ووصى أخوه بن يمين أنه لو مات وأراد أن يخرج بن يمين هو وبني إسرائيل من مصر أن يأخذه جسده وليتفنه في الأرض المقدسة بالقرب من بيت المقدس وبالفعل أخرج جسده والذي أخرج جسده كان سيدنا موسى عليه السلام هو من معهم بني إسرائيل وراحوا راجعين في فلسطين دفنوا سيدنا يوسف وبعد كده جاء الأمر بفتح بيت المقدس فسيدنا موسى بيذكرهم بالتكليف يا قوم دخولوا الأرض المقدس طبعا في الفترة التي خارج فيها سيدنا عكوب وبني إسرائيل طبعا اللي حاصل في الوقت أن يقوم منها العماليق ناس عماليقة ضخام جدا عمارات ماشية وقلنا في سبب النزول المبارح تكلامنا أن سيدنا بن عباس بيذكر أن سيدنا موسى طلب من 12 فقط من النقاباء اللي كانوا معا اللي بروحوا بس شوفوا أخبار الناس دي يعرفون أخبارهم عشان نعرف بس هنقاتل مين شافهم واحد من الجبارين فوضعهم اللي 12 فيه ثوبي حطوهم بقى في كومة حطوهم في جيبه حطوهم في عبه اتعرفش حطوهم فين بقى أخب بالك زرر بيهم القميص يعني اتعرفش طبعا الحاجة بقى يعني إيه حاجة ضخمة وخاتهم مؤدهم لقومه فلما شفوه منتم مين قالوا احنا 12 نقيب من نقاباء موسى عليه السلام بعتنا عشان نعرف أخباركم قالوا طب خلص بصوا عشان يعرف أخبارنا ويعرف الجيش اللي هو بيستعدلوا ادلوا عنباية بس احنا هنديكم مش عنقود عنب ولا شجرة عنب لأ نديكم عنباية فقط اتخذوا العنباية دي وصلوها لموسى عليه السلام وقلو له الناس دولت لما بيجي ياكلوا دي عنباية من اللي بيكلوها العنباية دي العنباية طولها اتنين متر في حجم البني آدم فالتناشر شالوا العنباية وراحوا لسيدنا موسى قالوا هيتي العنباية من العنباية اللي هم مثلا ايه يعني بيعملوا بها حشو اثنان فطبعا قوم بني السرائيل اول ما شاهد منظر قالوا لا يمكن قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين هو ده بقى ايه المغزى او ده التفسير الكلام اللي احنا نقوله قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن خب بالك لن تفيد الاستحالة وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان يدخلون يعني حتة حلو قوي احنا مش نخرش باية المقدس الا لما العملكة دول يخرج لو خرجوا الله العظيم مالك علينا حلفا دخلين ان شاء الله دخلين بقى انتوا عملتوا ايه لما هم يخرجوا ما المطلوب منكم ان انتوا لتخرجوهم ومنها فان داخلون ربنا كرم سيدنا موسى باتنين ما شاء الله قلبهم مليان باليقين والتوكل والثقة في الله منهم ما هنعرفهم حالا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ودخولوا عليهم الباب دخلوا على العملكة دول الباب فاذا دخلتموا يقينا فانكم غالبون الله فاذا دخلتموا فانكم غالبون طب السلح فين قالوا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ده ده ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها ده الغلام بتاع اصحاب الاخدود معدى اسد كده قفل السكة على الناس كلها والغلام بس يمسك حتة حصوايا قد كده حصوايا كده لو رمتها في قطة قطة تقولك كمان خبالك فتخال دي تعمل في اسد ده زغزع وده تخليه يفتص على روح مضحك خبالك ورغم ذلك مسك الحصوايا السوار دي وقال بسم الله اللهم يا اللهم إن كان أمره راهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الده رمى الحصوايا السوارة دي فوقعت في الأسد فمات الأسد كرامة لهذا الغلام فإذا كنت أنا بقى بتوكل على الملك سبحانه وتعالى بقى الملك سبحانه وتعالى مش هيهلك هؤلاء العماليك هؤلاء الناس الجبابيرا اللي موجودين في مدينة بيت المقدس قالوا فإذا دخلتموا فإنكم مغالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين خب بالك بقى أموا بقى خلاص بقى يعني عشان سيدنا موسى يقطع الأمل منهم تماما قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها طب خليكم بقى يعني إيه الكريمة مع سيدنا موسى ده كريم الله سبحانه وتعالى ده رسول من قول العزم الخمسة كريم معاه بالشيء من التأدب لا 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 قال له فاذهب أنت وربك فقاتله روح أنت وربك بقى قتله بقى منه أنت عايزينه إحنا أنتوا أحرار شوف الأسلوب ده فيه واحد في الدنيا عنده ظر الدين يقول لنبيه من الأنبياء بالرسول من قول العزم الخمسة يقول لي روح أنت وربك قاتله أهو بقى منه وصري العمل ده مين بقى ده دول الخلاصة يعني لو أعيز أقول لحضرتك أن دول الخلاصة دول بقى يعني الخلاصة اللي هو واصطفهم كده وخدهم من بقى إصريت دول الناس اللي إيمانياتهم بقى يعني وصلت إلى الثرية قالوا ايه ذهب أنت قالوا إيه قالوا يا موسى إننا لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون أقسم بالله جل وعلا ما وجد على وجه الأرض أصحاب لنبي من الأنبياء مثل أصحاب النبي المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف أصحاب موسى ربنا بيقول عنهم بيقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي قاتنا فلما أخذتهم الرجفة قالوا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني السبعين ألف الجمال اللزازل لسيدنا موسى اختارهم من الآلاف الكبيرة دي كلها دولت فيهم سفاهة دول اللهم يعني اللهم الخلاص الطعبان إسرائيل قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا شوف أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام لما قالوا السيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم شيء عجيب جدا شو بقى في المقابة أصحاب النابي على السلام في غزوة بدر لما النبي كان رايح لحصول على العين على القافلة وتحول الأمر إلى قتاله طبعا كان عدد الأنصار دعف عدد المهاجرين كانوا كلهم على بعض 314 تلت مهاجرين وتلتين أنصار يعني الجهاد كله يكون على أكتاف الأنصار وفوق ده كله عدد المهاجرين مع الأنصار تلت عدد الجيش الكافر فالنبي يعمل إيه فقال أشيروا علي أيها الناس عايز يقول يعني إيه أنا عايز أطلب الأنصار نم يوقفوا معنا لأن باعة العقبة الثانية أن النبي أخذ عليهم العهد نم يقتلوا معه في المدينة هم الآن برى المدينة ولو إنه والله العظيم لو النبي أمره ما يدخله سمعا وطاع لأمر رسول الله فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم أبو بكر فتكلموا أحسن وتقدم عمر فتكلموا أحسن وتقدم المقداد رضي الله عنه ورضاه فقال يا رسول الله شبا علاقة دي بالكلام اللي قالوه بني إسرائيل فقال المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون يا سلام فرق السمى من الأرض ما بين أصحاب موسى عليه السلام وما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء عجيب جدا شيء عجيب حاجة وبعدين بقى لما كملكوا بقى اللي قالوا سعد بن معاف حاجة فوق الخيال فالنبي رحمه كرر الموضوع كرر الكلمة دي ليه أشيروا علي أيها الناس لأن المشكلة إن التلاتة للكلمة دون مهاجرين أبو بكر وعمر المقداد إنا بقعيز رأي الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس ففاطنا لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ الكلمات والله العظيم كان واحد يتمنى يكون هو صاحب كلمات يموت بعدها قال لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السماء والطاع فامضي يا رسول الله لما أراك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله الله أكبر تلميذ النابي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية قال له لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث جئت روح أي مكان أنت عايزه وصل حبلة من شئت اعمل المعاهدات اللي أنت عايزها واقطع حبلة من شئت واقطع المعاهدات اللي أنت عايز تقطعها خذ بالك وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالذي نفسي بيدي لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان البركة من غمدان أو بركة الغمدان دي كانت في جنوب المملكة في جنوب الأند اليمن ما بين المدينة المنورة وما بين البركة من غمدان 13 قبيلة كلهم يطلبون رأس النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يقتلوا النوع السلام قال لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي واستنى راجه قال سيروا أبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنين أو إحدى الطائفتين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم المكان هذا هنا يقتل أبو جاء ليقتل هنا أبو جاء هنا يقتل فلان هنا يقتل فلان في كل مكان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتل الرجل الذي يسمىه النبي صلى الله عليه وسلم شوء الفرق العجيب ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين أصحاب موسى وبين أصحاب أي نبي آخر اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد فالمهم قالوا له يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون في اللحظة دي خلاص سيدنا موسى يأس من هؤلاء القوم النوم ما يدخلوا ويحرروا بيت المقدس قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخي هارون فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين خبالك فقال جل وعلا فإنها محرمة العنيهم فإنها محرمة يعني أرض بيت المقدس دي محرام علمهم يخشوها فإنها محرمة علم قد إيه أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين الله أكبر يبقوا وقفين في المكان دو وعايزين يخشوا إلى بيت المقدس يفضلوا يلفوا ويدوروا ويخشوا من هنا ويطلعوا من هنا ويرجعوا ويلاقوا نفسهم في نفس المكان اللي كانوا وقفين فيه مش عارفين يروحوا فين أربعين سنة حباب قلبي تخيل حضرتك أخيل لوحد عايش في اكتوبر هنا مسلا ويلاف زايد خبالك وعايز يطلع واحدة ينزل مهانسين ينزل بزايد تحرير يلف الدنيا خبالك تخيل الأعمال بيلف أربعين سنة حوالين نفسه يخش من شارع ويطلع من شارع ويخش زؤاء يطلع من حارق في الآخر يلاق نفسه في نفس المكان ايه اللي حصل لهم في فترة التيه ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير صلنا على حبيبك ودعي الإخواننا في سوريا رح نعيش بالولوغ مع كلها نعرف المعنى وتدين الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل وتعالنا نشوف ايه اللي حصل لبني إسرائيل في فترة التيه التيه دي كتأديه كتأربعين سنة فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين رغم ان هي فترة عقاب لكن شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله ربنا الودور سبحانه وتعالى اللي بيتودد لعبادهم وهو الغني عنهم فحين هم رفضوا ينفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى وعصوا أمر رسولهم سيدنا موسى كريم الله رسول من قول العزم الخمس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ورغم ذلك يتحكم عليهم بالتيه إنهم يتوهوا في نفس المكان اللي هم موجودين فيه دوت وما يقدرش يدخلوا بيت المقدس ولا يقدروا يخرجوا من فلسطين كلما يلفوا يلفوا يلقى نفسهم في نفس المكان طيب هيخرجوا مش هاتين يخرجوا ولا دين يروحوا أي مكان مشكلة كبيرة جدا برضو وربنا سبحانه وتعالى رحيم فربنا سخر لهم أسباب عجيبة الشكل أسباب لا تخطر على قلب بشر الدنيا شمس هم ما فيش بيوت يدخلوها فربنا سخر لهم الغمام السحاب السحاب ده فوق دماغهم يظل هؤلاء الناس في أي مكان يتحركوا فيه السحاب ده وراهم عمال يضلل عليهم ممكن ينزل مطر لو نزل مطر هيفضل لا خليك كده يفضل السحاب ده أربعين سنة فوق دماغهم الغمام ده فوق دماغهم أربعين سنة يظلل عليهم ولا يتركهم أبدا يعيشون في مكان في شمس أو في حرة أو غير ذلك نعمة من ربنا سبحانه وتعالى هنشوف الأدلة من الكرآن دلوقتي دي النعمة الأولى طب دي نعمة الثل الحمد لله رب العالم وده أغناهم عن السكن وعن أي حاجة وأنهم ما بقوا يبقوا عايشين ومبسطين وما فيش لا شمس عليهم ولا حاجة نزل عليهم ولا مطر ولا أي حاجة حاجة الثانية طب عايزين يأكلوا واشرابوا يعملوا إيه فربنا يستخلوهم المن والسلوى المن ده نبات كان بيطلع لوحده من غير ما يسقوا ولا يزرعوا ولا يعملوا أي حاجة ولا يعملوا أي مجهود المن ده عبارة عن شجر كل يوم مثل الصبح يطلعوا يلقوا كده مينادي عمل زي إيه بيطلع كده حاجة زي النادة كده النادة ده بتاعهم بتاع الزرع ده وبتاع الثمرة ده عمل زي إيه عمل زي الزبدة المخلوطة بالعسل ده المن والسلوى طائر طائر معروف اسمه السلوى كانوا بيلقوه حينما يجدوه من غير حتى ما يستطدوه لأي حاجة مجرد ما يقربوه ويجي لهم حد عنده ويتباحوه ويشوه ويأكلو ومبسطين آخر امبساطي بقى ده الظل الحمد لله الغمام والحاجة التانية المن والسلوى المن ده مثلا قول هيفطروا بيه والسلوى يتغدوا بيه وممكن المن يتعشوا بيه حاجات كده مناسبة جدا لحياتهم كان أكل جميل جدا في غاية الرواع الحاجة التالتة طب عايزين يشربوا يعني هم دلوقتي يكلوا وعايزين يشربوا هايشربوا ازاي ربنا سخل لهم حاجة عجيبة جدا لا تغطر على قلب بشر لكان فيه بقى خط أنابيب ولكان فيه خط مياه أينما ذهبوا في أي مكان يوموا منازلين السخرة ديت وضربنها كده ضربة تروح مطلعة ميا الميا دي ميا من أنقى وأجمل المياه الموجودة فيشربوا منها وينبسطوا وياخدوا ميا منها زكانوا ويغتاسلوا زكانوا وشاف ايه المم ايه ربنا سخل لهم بتالت حاجة تعالي نشوف الأدلة من الكرآن قال جل وعلا وظلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى يبقى ظللنا عليكم الغمام تمام وبعدين ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى الله أكبر طب بالنسبة بقى للسخرة قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقية لقومه فكل نضرب بعصاق الحجر فانفجرت منه خب بقى شو بقى الجمال اللي في الدنيا هما كانوا 12 صبت 12 قبيلة وكل قبيلة كانت تأنف أنها تستعمل أدوات القبيلة التانية أو أنها تشرب من نفس العين أو أنها تجتمع معها على طعام كل قبيلة تقضى لحدها كده تأكل كل قبيلة تشرب من مكان معان فلما جلسة نموسى ضرب الحجر فطلعت منه عين واحدة الشاب قال لا ما نشربش كده إحنا تشؤلنا من الحجر ده 12 عين فكل قبيلة تشرب من عين شوف تخيل اللي يعني الطلبات الغريبة وما فترة تهم فترة عقاب يعني فربنا سخر بقى ليهم أن السخر دي طلع 12 عين قال جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومين فقل نضرب بعساق الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كل قبيلة عرفة العين اللي هتشرب منها هي دي العين بتاعتكم اللي انتم هتشربوا منها تمر الأيام حباب قلبي ويموت سيدنا موسى ولم يتمكن من فتح بيت المقدس وتنقضي فترة التي فترة العقوبة وطبعا نحن لحد الآن ما عرفناش مين هم الرجلان أو هم الرجلان اللي هم قالوا الكلمات الجميلة التي قيلت في الصورة قام رجلان كما قال جل وعلا في الآية قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين من الرجلين ذولات يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة يوشع ابن نون لو تتذكروا حضراتكم ارجعوا معاها بالذاكرة كده إن شاء الله وقريبا إن شاء الله نعمل لكم بقى دروس قصص الأنبياء كاملة إن شاء الله وتكون إن شاء الله أتمنى تعجبكم إن شاء الله سبحانه وتعالى الرجلين الرجلين دولت يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنة كالب ابن يوفنة لم يذكر بعد ذلك إنما يوشع ابن نون هو الذي ذكر بعد ذلك ليه لأن سيدنا يوشع ابن نون ده فاكرين حضراتكم في صورة الكهف فاكرين لما سيدنا موسى راح يقابل سيدنا الخضر وكان معاه الفتى الفتى اللي كان معاه دوا هو ده بقى الفتى اللي هو يوشع ابن نون يعني تلميس سيدنا موسى تلميس سيدنا موسى اللي كانت تعلم على ديه العلم والأدب والحلم والخلق والسلوك والمعاملات إلى غير ذلك فبعد وفاة سيدنا موسى مباشرة أكرم الله عز وجل يوشع ابن نون بأن أقامه على بني إسرائيل خليفة نبيا بقى ملك ونبي في نفس الوقت فربنا تكلف بقى سيدنا يوشع ابن نون خلاص انت بقى جيت دور عليك انت بقى لقوم بفتح بيت المقدس يقول أهل العلم منهم من قال إنه كان لسه بني إسرائيل موجودين وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجوا فسيدنا يوشع خادهم وفتح بهم بيت المقدس وما قال أخرى وأظن هي دي الأوثق إنه بقيت بقايا بسيطة جدا من الجيل الأول وأخذ أكثر الجيل الجديد بقى الذي لم يرى حياة الظل وحياة العقوبات دي كلها ودخل بالجيل الجديد عشان يفتح بيت المقدس لكن اشترت شروط جميلة جدا توضح على إنه وقائد فذ إنه ما بيهتمش بالكيف ما بيهتمش بالكم لكن بيهتم بالكيف هو مش فرحان إنه هيكون معايا في الجيش عشرين ألف أو تلاتين ألف أو مليون أنا همني يكون معايا إن شاء الله حتى ألف بس يكونوا نوعية تثبت وتصمد وتبعد عن الشبهات والشهوات وتحاول تتقرب بنا سبحانه وتعالى قدر إمكانها علشان ربنا يكرمنا ويغنمنا الفوز في هذه المعركة ورد في الحديث الأدراء البخاري المسلم أن أيوش عبن نون قال لا يتبعني منكم رجل لما جهز الجيش بقى راح يفتح بيت المقدس قال لا يتبعني منكم رجل ملك بضعة امرأة ولما يبني بها ولم يبني بها بيقول محدش يجي معايا الجيش واحد يكون بلغة العصر كده كتب كتابه ولسه ما دخلش بزوجته يعني مشتائن يشوف زوجته ديت وعيش معها لو واحد عقد على امرأة ولسه ما دخلش بها لو سمحت ما يجيش معايا ليه قال لأنه هو في الجيش هيبقى قلبه متعلق بامرأته بحبيبته زوجته خد بالك ومشغول بها وشوف عليها ومشتق للقاء فقال لا ده ما يجيش معايا خارس أنا عايز واحد عقله قلبه معايا في الجهاد مش عايز واحد مشغول عن الجهاد بقى يكتاني قال ولا أحد بنا بيوتا خد بالك ولم يرفع ثقوفها واحد بابن بيت مسلا دورين ولا حاجة يدوب بنا لدور الأولاني ومنامش لسه السقف فخايف بقى على أولاده من البرد ومن الحر خايف على صروته خايف وخايف قال ده ما يجيش معايا لأنه طول ما هو معايا في الجهاد بيتمنى اللحظة اللي يرجع فيها عشان إلحى إرمي السقف عشان إيه يحافظ على بيته ويحافظ على أولاد ده ما يجيش معايا لأنه ده قلبه مشغول بحاجة غير الجهاد في سبيل الله بقى أول واحد ما يجيش معايا واحد كتب كتابه على احنا ما دخلش بها تاني واحد ما جيش واحد بنا بيت والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ما جيش واحد بنا بيت ولسه ما عملش السقف والتالت ولا احد اشترى غنما وهو ينتظر ولادها ولا حد يكون اشترى صفقة غنم كتيرا كده والغنم دي حوامل ولسه هتولد فهو محتاج بقى يرعيها بقى ويشوف طلباتها بحاجاتها وغا ما يجيش معاه لانه هيبقى مجغول بالغنم التلاتة دول ما يجوش خالص ولذلك لما دخل معانا اسكلوبهم كلها على قلب رجل واحد مهتمين جدا بالجهاد بالفتح بغير ذلك هؤلاء هم الذين كان الله عز وجل جعلهم سبب للنصرة ولفتح بيت المقدس كيف تم الفتح في عجالة سريعة جدا جدا في التلات دقائق اللي بقين او ديتين ونص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسنة دين صحيح هنقول حصل ايه الاول ونقول الحديث بعدها ان سيدنا يوش عبد النون لما جيه في تحبية المقدس كان الكلام ده امت يا جماعة كان الكلام دوت يوم الجمعة يوم الجمعة طبعا صابح السبت خدوا باركوا هم يوم السبت مالا بيقتلوا لبعملوا اي حاجة ده عقيدة ده حاجة كده في شريعة بني اسرائيل انهما يعملوش حاجة ابدا يوم السبت طيب هو دلوقتي يوم الجمعة وبعدين تضيفت الشمس على الغروب خلاص الشمس قربت تغرب لو الشمس غروت بينفصل جايشان والان هما يدرش يقتلوا بالليل وفيش انوار وهيجي صابح يوم السبت لو الاعداء هجموا عليهم هيستسلموا وهم هينضربوا لانهما يدرش يعملوا اي حاجة ولا حتى يردوا على الاعداء لان ده يوم السبت يا ايه اللي حصل فنظر يوش عبد النون الى الشمس كان الكلام ده لسه بعد عصر الجمعة ولسه قربت تغرب كده فقال اياته الشمس انك مأمورة وانا مأمور اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس يومين متتاليين ولم تغرب حتى فتح الله عليهم بيت المقدس وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس وهكذا تم فتح بيت المقدس وإن كنا نذكر بمثل هذا فنذكر بمثل هذا عشان نقول يا جماعة وسهل جدا ان يفتح بيت المقدس في يومنا هذا وفي عهدنا هذا لو عملنا اللي قالوا يوشع بن نون وكالب بن يفنى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فاذا دخلتموهم يعني سبحان الله يعني انتوا بس مجرد بس يعني يعني مجرد ما تروح وان شاء الله ربنا هيكرمنا ونفتحه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين محتاجين بقلوب راصخة محتاجين بقلوب قوية ومحتاجين بالصدق واخلاص من قلوبنا ان احنا ليل ونهار بالله عليكم اخواني ندعي الاخواننا في سوريا المقاسي والمجازر التي تعرض يعني على شاشات القناة الاخبارية والله العظيم ما تيجي 10% ولا حتى 20% من اللي بيحدث اخواننا في سوريا انا جدا ليا لقاء ان شاء الله بعد درس اياه وحكاية هنا في قناة الناس ليا ان شاء الله لقاء لمدة ساعة على قناة سوريا اليوم هنتكلم عن احداث سوريا ان شاء الله وندعو الاخواننا واحبابنا هناك ربنا يفرج همام ويفرج هم اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين رب العالمين اسأل الله سبحانه تعالى ان يجمعنوا اياكم على الخير دائما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحابه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته